بسمى الاب والابن والروح القدس الواحد أمين المجدول الاب والابن والروح القدس الآن وكل دهر الدهور أمين يا ريت نركز وناخد بركة هذا اليوم العظيم ده بنسمي الخميس الكبير زي جمعة كبيرة كده بنسمي الخميس الكبير لان في هذا اليوم المسيح عمل اعظم عمل لنا يوم الخميس ده بالذات المسيح عمل ثلاث حاجات مهمين قوي 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 قال لكم معي الاول غسل رجلين تلاميزه قادي نبرة واحد وبعدين قس سر التناول وبعدين طل على بستانجة السماني قاعد يصلي الصلاة الاخيرة والصلاة الحارة اللي كان بيصليها ببستانجة السماني بعدين قم وقبضوا عليه لغاية بقى طول الليل لغاية الجمعة الكبيرة بكر فثلاث احداث مهمة وكان لازم ربنا يسوع المسيح يقسل الرجلين قبل ما يقسي سر التناول لان غسل الرجلين يشير لغسل الخطيئة ما احنا لما الانسان فينا بيتعمد بيطلع نضيف من المعمودية ده مخصول غسلة كاملة بس لما بنطلع بقى بعد المعمودية ونمشي في العالم بنخطأ وبنغلط نعمل ايه بقى في الخطايا اللي بتجي لنا أثناء اليوم نختصل بالطريق بايه بسر التوب أو الاعتراف اللي هو غسيل الرجلين ده ياريت كلنا واحنا بنخسل الرجلين نبقى عارفين ان ده غسيل للخطايا وصلينا شفتوا سمعتوا الصلاوات بتاعة الصلاة بنصليها على المياه صلاة مهمة جداً فيها حلول روح القدس وفيها تطير فيبقى ده البداية قبل سر التناول غسيل الأرجل أو غسيل لأن الرجلين هي اللي تمشي في العالم فيشير لي دي للحاجة اللي علقت بينا في الدنيا وبعدين بعد غسل الأرجل ابتدى يأس سر التناول سر التناول ده سر الأسرار هذا هو سر الأسرار تخيلوا أن المسيح من محبته قال أديكم إيه؟ أسيب لكم إيه قبل ما مشي؟ أديكم إيه؟ أديكم حياتي خذوا كله هذا هو جسدي خذوا شربوا هذا هو دمي أعظم عمل عملهن المسيح ولما المسيح التلاميذ بقوا في قعد خلي بالكم التلاميذ في الأسبوع الأخير ده بقى ملبخين إيه اللي بيحصل؟ طبعا المسيح حاططوا وشوا كده إنه رايح للصليب والتلاميذ عمال ياخدهم من هلل هنا هم مبهورين مش عارفين إيه اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل وبعدين استغربوا بصوا لو هو اللي قام وغسر لهم رجليهم وبعدين استغربوا في وسط الوليمة اللي بيعود يأكلوا واشربوا ويعودوا عندهم شوية تسبيح خاصة باليهود يعني بيقولوها على الوليمة دي بس اللي قال المسيح غير خالص ومسك الخبزة وشكر وبارك وقال لهم خذوا كله هذا هو جسدي وخد الكأس وشكر وبارك وقال خذوا اشربوا هذا هو دم ده جسده إنهو بقى ده ودمه إنهو اللي هيتصلب على الصليب فالمسيح بيدينا جسده ودمه جسده المكسور على الصليب ودمه المسفوق على الصليب بس التلاميذ خدوا الأمر متعجبين بس ما قالوش لا أصلي من شوية من فترة كده المسيح كان بيتكلم على الجموع على سر التناول برضو في إنجيل يوحنة ستة خلي بالكم إن المسيح في يوم الخميس ده لما خد الخبز والخمر دي مذكورة في إنجيل معلمنا متة ومرقص ولو لكن مش مش مذكورة في يوحنة لأن يوحنة كانت تكلم عن التناول من بادري من قبل الأسبوع ده بكتير بمدة كبيرة كانت تكلم عن سر التناول والمسيح أتكلم بكل التفاصيل أنا هو خبز الحياة وأنا الخبز النازم من السماء اللي يأكل جسدي وأشرب دمي يحيا إلى الأبد ومن يأكلني يحيا واللي يأكل جسدي ويشرف دمي أنا هو خبز الحياة ولنهام كلام مهمة ولدرجة الناس قالت إيه ده هذا كلام ده إزاي يدينا جسده لنأكله؟ ده الكلام ده إيه؟ والمسيح أبيعاظهم كده قال لهم كلموا على سر التناول قالوا إزاي يدينا جسد لنأكله ده إزاي؟ وناس ما ما امنتش وناس مشت. وبعدين عدت الايام وجوم هما وعدين يوم خميس العهد ده بصوا لقوا المسيح بياخدوا الخبز واللوم خزوا كله هذا هو جسدي. معلمنا يوحنى ما ذكرش الحادثة ديت بتاعت خميس العهد. ليه لان يوحنى كاتب انجيله في سنة مية ميلادية خلاص كان سر التناول انتشر والدنيا. احنا في سنة مية ميلادية المسيح السر التناول ده في سنة تلاتة وتلاتين شوية. والتلاميذ. ابتدوا يمرسوا السر أثناء الرسل. وعندنا أداسات قديمة. عندنا أداس اسمه أداس يعقوب ده أيام الرسل يعقوب ده كان أسكوفر شليم يعني بعدما المسيح اتصالب وقام كان يبيصلوا الأداس وبيناولوا. وعندنا أداس مري مرقص ده برضه في القرن الأول اللي هو الأداس الكرولوسي ده أداس الكاتب وكان بيصلي به مري مرقص ده في القرن الأول. إذا الكنيسة واخدة من المسيح السر وبتمارسوا على مدى الأجيال. اقروا في عمل الرسل هتلاقوا بيمارسوا سر التناول. حتى بولس الرسول. اللي ما كانش موجود مع التلاميذ ولا كان موجود معهم في العلية. شوفوا بولس الرسول قال لنا إيه النهاردة في البولس. بقول لأنني تسلمت من الرب ما قد سلمته إليكم. يبقى بولس استلم السر ده من ربنا برضو. إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشقر وقصر وقال أخذوا. ده ما اللي بيقولي الكلام ده ده بولس الرسول اللي ما كانش حاضر معهم في العلية. لكن بيتكلم على السر كأنه كان حاضر بالزبط. عشان بس عايزكوا تحسوا إن محدش يقول هو إيه السر ده وإيه ناخد جسد ودمه وخبز وخمر. ده الكلام ده من أيام الرسل أيام المسيح. وبيسلمه لنا والكنيسة مستلمة. وتلاقي الناس كلها تحب التناول. ويتناول ياخد لقمة صغيرة لكن هي دي جسد المسيح. وياخد رشفة صغيرة من الدم لكن دي دم المسيح. من جيل إلى جيل الكنيسة ماشية كده. عشان كده بقول لس الرسول بقول لهم أنا بسلمكم اللي أنا استلامته. أن المسيح أخذ خبزا وشكر وكسر وقال أخذوا كله هذا هو جسدي. الذي يقسم يقسم عنكم هذا صنعوه لذكر. صنعوه لذكر مش ذكرى يعني ماتت وانتهت لكن صنعوه لذكر هنا في اللغة الأصلية يعني نفس الشيء بالزبط. فاصنعوه. فالمسيح وصيح بيقول لنا احنا ككنيسة اعملوا كده. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا. هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. اصنعوا هذا كلما شاربتم لذكر. يبقى اللي قاله متة هو اللي قاله مرقص هو اللي قاله يحنى بس من بدري ويمارسه. وهو اللي قاله بولوس الرسول وهو اللي قاله الكنيسة من جيل الى جيل الى يومنا هذا. ويكمل معلمنا بولوس الرسول فانكم كلما تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس. تبشرون بموت الرب الى ان يجيب. احنا بناخد الخبزة دي. ونصلي. ام الروح القدس يحل يحول الخبزة تحول سري الى جسد المسيح. بناخد الكأس ده نصلي ونستدع حلول الروح القدس يحل الروح القدس على الكأس يحول الخمر الى دم المسيح. تحول سري عشان جدا اسمه سر. مش سري يعني بشوشك. لا سري يعني في حاجات نعم فائقة جدا تفوق العقل. محدش. ده سري يا عم ما تفهموش انت. فكل الاسرار فيها نعمة فائقة. نعمة فائقة. لكن بيتهلنا ربنا في في اعراض سهلة وبسيطة. يعني يديني حياته جسده ودمه. ويديني يسوع المسلوب يسوع القائم الاموات في لقمة والخمر. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذا الكأس. تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي. خلي بالك احنا التناول امر هام كتا. وساعات لما ننبه على ان احنا ناخد بالنا ونستعد لتناول فينا ساعات بتزعل. لان مش مقدرين عظمة هذا السر. ده احنا بنصلي صلاة كده على المسلوب عنقول هذا الذي تشتهي الملائكة ان تطلع عليه. الملائكة نفسهم بس يبصوا على الجسد والدم. الملائكة ايه تشتهي ان تطلع عليه واحنا نمسكه بايدنا ونتناول ونأكل ونشرب منه. والمسيح عشان عايز يدينا ذاته وعايز يدينا جسده ودينا دمه. ادهولنا في ابسط شيء الاكل والشرب. كل الناس تحب الاكل والشرب حتى الطفل البيب اللي لسه مولود يعاية عايز يأكل واشرب. فالمسيح بيديني جسده في ابسط صورة. الانسان يأكل واشرب. فيده حبه. يعني هل مثلا يقول خدوا كله جسده يدينا لحم او خدوا شربه يدينا الدم لا. لكن انا باخد جسد المسيح ودمه بس بس في اعراض الخبز والخمر. ولكن السر مخفي ان الخبزة اللي بتناولها دي هي دي جسد المسيح. والكأس ده هو دم المسيح. عشان كده بقولوا سالرسول نبهنا تنبيه مهمة اوي اوي اوي. عشان تعرفوا ان اللي على المسبح ده امر مهول جدا. الملائكة تحوط المسبح. الشاربين والسارفين طيرين واقفين وطيرين حوالي المسبح عملين يسبحوا يقولوا قدوس قدوس وانت لما بتيجي تسبحة قدوس بتقول ولا ما تقولش. الملائكة حول المسبح كان زمان كان عندنا شماس حلو اوي كان زمان وكان بدينا الرجل كبير في السن زمان قابل وانا شماس صغير كان يقول لنا ايه ما توقفوا قدام المسبح ابعدوا. محدش يلزق في المسبح لان المسبح محوط بالملايكة ايش حشرك انت يا شماس جوه. ده شماس كان حلو وكان قديس اللي كان بيقول لنا الكلام ده. فاذا على المسبح جسد يسوع ودمه اللي انا ما استهلش ان انا اخده. فشوفوا بولوس الرسول عليه بقى. فانكم كلما تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت الرب الى ان يجيء لان كل من يأكل من هذا الخبز ويشرب من كأس الرب بغير استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودم. اللي تناول من غير استحقاق يقول طب ايه هو الاستحقاق طب ومين فينا يستحق ولا كاهن ولا اسقف ولا الببط ولا بطرق مين يستحق. خلي بالك انا عايزك تاخد حتة حلوة دايما تقولها في صلواتك المستحق هو المحتاج. قال ايه المستحق هو المحتاج والبابا شونده كان علمنا كلمة دايما الاولادكو كل سنة البابا شونده كان علمنا كلمة حلوة قوي قال لنا لما تيجي تتناول تخش كده تبخشوع وتقول له لست مستحقا ولكني محتاجا. لست ايه قول كده لست مستحقا ولكني محتاجا. انا ما استحقش جسدك ودمك فعلا ولكني محتاج. فاذا ما ينفعش ان الانسان يتقدم للتناول باستهتار ما ينفعش الانسان يتقدم للتناول بدون استعداد. يعني انسان مش تايب وعايش في الخطيئة ويحضر الاداس وهيخرج تاني للخطيئة ويتناول ازاي. انسان لسانه طول النهار وطول ليه شتايم شتايم ويحط جسد يسوع ودمه على لسانه اللي بيشتم ازاي. ما ينفعش ده قال لك اللي يتناول بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب هذا. عشان كده ادنا العلاج قال ايه فليمتحن الانسان نفسه وهكذا فليأكل من الاول الانسان يمتحن نفسه. فليمتحن الانسان نفسه وهكذا فليأكل من هذا الخبز ويشرب من هذا الكأس ده بورس الرسول شوف بيحط له اهتمام كبير جدا معين زيان بقول لكم ما كانش موجود في العلاجة مال التلاميذ اللي كانوا موجودين في العلاجة يعملوا ايه. فعشان كده بيقول لك يمتحن امتحن نفسك الاول انت جاي تتناول هل يا ترى انا ايه مستعد ولا لا تايب ولا لا بتوب عن خطيتي والتوبة يا جماعة التوبة يعني ما عملش الخطيئة تاني. توبت خلاص حرمت ما عودش اعمل كده تاني هي دي التوبة. لكن مش التوبة ان انا اجي وقرر الخطيئة هي هي واجع اترف واطلع عمل خطيئة دي مش توبة دي. فالتناول عايز استعداد لقلا اكون مجرما في جسد الرب ده. انسان عاي تناول تبص لقي جاي بشغف وجاي باهتمام. مش جاي في اخر وداس وقول لك ناولوني هي لعبة يا ابني. واحد جاي في اخر وداس مردك داخل كده مبرو داخل جاري على هيكل ولا واحدة جاي جاري وتخش على هيكل جاري تتناول هي لعبة. هي لقمة. ده مش خبز عادي ده ده بقى جسد ودم يسوع. لازم يبالوا المهابة والخشوع. عشان كده احنا بنعمل القدس شوفوا القدس بيبقى طويل قد ايه. ونصلي صلوات والحان وكل ده عشان ايه. التحول بتاع الخبز الى جسد والدم الى والكأس الى دم. فالقدس ده عبارة عن صلوات وتبه وتهليلات وتسبحات وتشكرات وطلبات. لكي ما يحل الروح القدس ويحول الخبز الى جسد ويحمل الكأس الى دم. فعشان كده بولوس الرسول قال لك اللي يمتحن الانسان نفسه. امتحن نفسك انت داخل تتناول ازاي. وإلا في امور خطيرة جدا للي يتناول بدون استحقاقها. قالها بولوس الرسول. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق فإنما يأكل ويشرب دينون لنفسه. لأنه بنستهين. بنستهين. لأنه لم يميز جسد الرب من أجل هذا فيكم كثيرون مرضى. الناس بتمرض عشان بتتناول بدون استحقاق. الأمراض مسكانة عشان بنتناول بدون استحقاق. وكثيرون ويرقضون ناس بتموت قبل الأوان. لأنه لو لو كنا شوفوا بقى آخر حاجة بقى دي. لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لم أحكم علينا. يعني أنا لو كنت اختبرت نفسي وتوبت واستعدت كويس ما كانش هيجي للعقاب. لو كنا حكمنا على أنفسنا مش هيحكم علينا. فعشان كده لازم كلنا واحنا وقفين دلوقتي نحكم على أنفسنا. ونقدم توبة حقيقية ونتقدم للتناول ناخد نعمة نعمة عظيمة جدا لا نستحقها. بتاخد المسيح نفسه في حياتك. من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيي وأنا فيه. يبقى أنت خارج واخد المسيح في حياتك. يعرف بقى التناول ده بيعمل فينا ايه؟ بيدينا كل حياة المسيح طباع المسيح وتصرفات المسيح ومعاملات المسيح. وطريقة صلاة المسيح. وكل ما يخصه المسيح احنا بناخده في التناول. انت بتاخد المسيح شخصيا. يريد تكون صورتنا صورة المسيح بعد ما نتناول. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.